لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي وعد الله الذي لا يخلف المعاد وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات وعدهم بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى كما قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه ووعد الله عز وجل لا يخلف نعم إذا أوعد الله عبدا شيئا من العذاب فقد يعفو وقد يغفر لكنه إذا وعد فوعده لا يخلف وعد المؤمنين الطائعين الصالحين الجنة وعدهم مغفرة الذنوب وعدهم هذا الأجر العظيم ولذا فهو منجز لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ودوما ما يذكر الإيمان ومعه العمل الصالح لأن العمل الصالح هو الترجمة الحقيقية لهذا الإيمان وإذا كان الإنسان قد جمع بين الإيمان والعمل الصالح فهذا يستحق بفضل الله ورحمته إذا زادت حسناته على سيئاته دخول الجنة لأول وهلة وأما من زادت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة لا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وكما وعد المؤمنين بهذا الثواب العظيم فإنه أوعد الكافرين المكذبين بالجحيم عياذا بالله تعالى منها التي يلازمونها كما يلازم الصاحب لصاحبه ولذا وصفهم بقوله أولئك أصحاب الجحيم ثم ذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة فقال يا أيها الذين أمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد قيل في سبب نزولها أن بعض الكافرين والمنافقين أرادوا الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قوم من اليهود وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فحمى الله عز وجل نبيه وذكر المؤمنين بهذه النعمة يا أيها الذين أمنوا ذكروا نعمة الله عليكم يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة فإنهم أي الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين يعني أنه كما أن الله عز وجل ينصر المؤمنين على أعدائهم فهذه نعمة فأيضا من النعم أن يكف المشركين عن المؤمنين وأن يدفع مكرهم وكيدهم يقول ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين فإنه داخل في هذه الآية ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ويتبرأوا من حولهم وقوتهم ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله وهو من واجبات القلب المتفق عليها كما سبق معنا في آيات أمس قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وهنا يقول يا أيها الذين أمانوا ذكروا نعمة الله عليكم ذكر النعم من أسباب الفلاح من أسباب السعادة ودوما ترى أو كثيرا ترى بعض الناس لا يذكر إلا النقم والابتلاءات كلما قبلته يشكو يقول ابتليت في كذا وولدي به كذا وامرأتي فيها كذا ووظيفتي فيها كذا دوما يعدد لك الابتلاءات وقل ما يذكر النعم وهذا من أسباب التعاس والشقاء فإذا تفكر الإنسان في نعم الله عز وجل عليه وجدها تغمره كما قال الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعليه أن يعدد نعم الله عز وجل أولا ثم إن الابتلاءات إنما هي كسحابة صيف أو كمزار طيف يزور الإنسان في نومه ثم ينقشع وإن بقيت وإن استمرت فإنها لا تعد شيئا إذا ما قورنت بنعمة الإسلام التي هي أعظم النعم التي امتنى الله عز وجل بها على عبده فحري بهؤلاء أن يكثروا من ذكر نعم الله عز وجل عليهم تعلمنا الآيات أولا وعد الله عز وجل لا يخلف قد وعد المؤمنين الصالحين بالجنة والأجر العظيم ووعد الكافرين كذلك أوعدهم والعياذ بالله تعالى إن ماتوا على ذلك بالعذاب الأليم فوصفهم بأنهم أصحاب الجحيم وهذا يدلك على أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب وراثة الجنة كما أن الكفر والتكذيب من أسباب العذاب والعياذ بالله تعالى فيها أيضا الأمر بذكر النعم وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الإسلام والنعمة قد تكون بما يحرزه الإنسان وقد تكون بكف الشر عن العبد وحمايته منه فهذه أيضا نعمة من النعم وأخيرا فيها الأمر بتقوى الله عز وجل والأمر بالتوكل عليه وهو من أعظم العبادات والأعمال القلبية وبحسب إيمان العبد يكون توكله على الله عز وجل في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته قولوا قولي هذا وأستغفر الله علي ورأكم 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 خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة